زوجي العزيز، عندي خبر سعيد، ولكني أخشى من التسرع في استنتاج الأمر أكاد أتوقع الأمر، يا عزيزاتي نفرتاري وماذا تتوقع؟ أنك تحملين بداخلك الآن فرعون مصر الجديد لا تطلع أحداً على هذا الموضوع حتى نتأكد من الحمل حسن، لن أخبر أحداً ولا حتى أمك الملكة تويا هذا ما لا أستطيع فعلاً فأمي يجب أن تعلم كل شيء، لأن أمي تعني لي كل شيء كم أنا سعيدة بذلك الخبر، فمنذ زمن بعيد لم أسمع أخباراً صارة وأنا أيضاً سعيد، فأنا لم أرك مبتسمة طوال حياتي إلى هذا الحد أسعدك الخبر؟ نعم، فهكذا أطمئن أن الملك سيظل في أسرتنا لأجهال قادمة ماذا بك يا فرعون مصر؟ ألم تسمعني؟ بل سمعتك يا أمي إذن أجبني ماذا بك؟ كنت أتمنى أن يشعر الفرعون الأكبر بهذه الأوقات كي يفرح بالفرعون الحفيد، كي يشعر أنه جد وما أدراك أنه لا يشعر؟ ربما يشعر، ولكن لا يستطيع التعبير عما يشعر به هل تعتقدين ذلك؟ هل يشعر أبي أنه سيصبح لي ولد؟ بكل تأكيد، فالفرعون يشعر بكل شيء عليك الآن أن تفرح وتعلم أن الفرعون الأكبر بجانبك وعليك أن تدير شؤون البلاد بقوة وحزن فالفرعون الأكبر يدعمك ويقف بجانبك حقا يا أمي؟ حقا أيها الفرعون زوجة فرعون حملت ويكابد ابن تلاو بن عقوب حملت أيضا ولكن لا يعلم أحد من الذي تخفيه الأقدار لكل منهما فإن يكابد ممن رضي الله عنهم وزوجة فرعون هي زوجة عدو الله وزوجة عدو الله عمران بالله عليك ألا ترغب في أن تستريح قليلا؟ لا أرغب في الراحة فأنا لا أشعر بالتعب من القراءة في علوم أجدادنا يعقوب ويوسف ما رأيك أن نتناول الطعام في الخارج؟ ونعم الرأي، فلنذهب للخارج لقد اقتربت ساعة ولادتي عمران هل بدأت تشعرين بالخوف على نفسك يا يكابد؟ ليس على نفسي، بل على المولود هذه أول مرة أسمعك تتحدثين بهذا الخوف؟ وأنا أيضا أول مرة أشعر بهذا الخوف فليفعل الله ما يشاء علي أن أذهب لأنام فلدي عمل شاق غداً في مقبرة الفرعون الجديدة أعتقد أن حجم الفرعون الصغير في زيادة وأنا أيضاً أعتقد ذلك فأنا أهتم جيداً بالطعام ولماذا تضيقين الملابس هكذا؟ حتى يعلم الجميع أنني أحمل في بطني فرعون هل يبدو على بطني أي علامات للحمل؟ لا لا، لا يبدو شيء عليك فهذه الملابس واسعة ولا تظهر أي علامات للحمل نعم، فأنا أرتدي تحتها ملابس ضيقة جداً حتى تقلل من حجم بطني ولكن هذا سيؤلمك كثيراً يا يوكابد ليس هذا المهم بل المهم أن لا يشعر جنود فرعون أثناء عملي معهم أنني حامل أضع لي بالسلامة يا زوجي العزيز أفضل 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 الإسلام يبدو، قلت أفضل أخبر أنزع أخبر أفضل مواس أفضل اشتركوا في القناة تحرك سريعاً يا امرأة تحرك رحمة بي فأنا متعبة ومريضة لا تتحدثي وتتركي العمل يا امرأة بطني يؤلمني لا أستطيع الاحتمال فلترحموني وترحموا زوجتي ومولودي لماذا كل هذا الخوف يا رجل؟ تماسك كيف؟ كيف أتماسك؟ وأنتم ستقتلون مولودي؟ اصبر حتى نتأكد فإن كانت أنثى سنتركها تمنه يجب عليك أن تعتاد على ذلك الأمر لأنه ربما يتكرر وكلما أنجبت طفلاً ذكراً سيقتل أتوسل إليكم إن جاء ولداً ادركون أو أعطوني فرصة للذهاب للفرعون كي يتوسل إليه سنعلم الآن من القابلة التي تساعدها في الولادة إن كان ذكراً أم أنثى شكراً للمشاهدة